ايام قليلة تفصل ايران عن انتخابات رئاسية يراها كثيرون مقتصرة على تيار سياسي واحد في البلاد هو تيار المحافظين لسيما بعد استبعاد المرشحين البارزين من التيار الاصلاحي غير ان الامر لا يتعلق فقط بمن يجلس على مقعد الرئاسة الايرانية بل يمتد الى المفاوضات الجارية في فيينا لبحث العودة للاتفاق النووي بين ايران والدول الغربية بما يتيح رفع العقوبات الامريكية التي ارهقت الايرانيين وفاقمت معاناتهم بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وبحسب محللين فان تصاعد المؤشرات على فوز المحافظين المتشددين برئاسة ايران من شأنه ان ينعكس سلبا على مباحثات جينيف لان الحكومة الحالية المحسوبة على الاصلاحيين ربما ستفضل ترحيل ازمة الاتفاق النووي ورفع العقوبات الى المحافظين القادمين الى سدة الحكم والذين روجوا طويلا بين انصارهم انهم يرفضون العودة الى الاتفاق النووي بينما هم مضطرون للعودة اليه سعيا لرفع العقوبات لذلك فهم يتمنون لو حلت الازمة قبل وصولهم الى السلطة فهم بحسب المحللين يريدون الاستفادة من منافع الاتفاق النووي وفي الوقت ذاته يرفضون تحمل مسئولية العودة الى الاتفاق بين انصارهم غير ان ثمت احتمالات اخرى للامر تتعلق بما صرح به المرشد الايراني علي خامنئي من ان بعض المرشحين المستبعدين من السباق الرئاسي ربما تعرضوا للظلم وتبع ذلك حديث عن اعادة النظر في استبعادهم ما يشي بان باب التوقعات لا يزال مفتوحة لا سيما ان روحاني ربما يسعى خلال الايام القليلة المقبلة الى الخروج من السلطة كبطل رفع العقوبات وحل الازمة التي تثقر كاهل جميع الايرانيين